السلام عليكم المرة دي ان شاء الله هنبقى منتكلم على موضوع الماتريسيز وان احنا زي ممكن نستخدم الماتريسيز علشان نحل سيتوفلينير الجيبرايك اكويجنز الماتريسيز هممكن يبقى ليها استخدامات كتير بس احنا اكتر بالنسبة لنا اهمية والحاجة اللي ممكن نحتاجها اكتر ان احنا نحل بيها الجيبرايك اكويجنز فخلينا الاول نبتدي كده نرجع بالذاكرة شوية نبتكر الماتريسيز بتتعمل زي حكاية ان احنا نحل بيها الجيبرايك اكويجنز وزي الخطوات بنعملها فاول حاجة كنا بنعملها ان احنا بنقول والله خلينا ان احنا عندنا شوية اكويجنز زي ما احنا شايفين كده ax-by-zc-z equals l الكلام ده هو المعادلات بتاعتنا اللي احنا عايزين نحلها في الاخر ال-a وال-b وال-c دي عبارة عن coefficients ارقام احنا عارفينها ال-l وال-m وال-n دي كونستنز احنا برضو عارفينها ففي الاخر احنا عايزين نجيب ال-x وال-y وال-z اللي هي الثلاثة variables بتوعنا فانا عندنا ثلاث معدلات في ثلاث مجهيل المفروض نحلوه فالطرية من الطرية ان احنا نحلها ان احنا نستخدم الماتريسيز فكنا بنقول ايه ان احنا حنعمل ماتريكس من الثلاث معدلات دول الماتريكس كان بيبقى يعني التلاث معدلات دول ممكن نعرضهم بشكل تاني ان احنا هنقول عندنا ماتريكس بتاع الكوفيشنس اللي هو اللي فيه a1 و a2 و a3 لغاية c3 وفيه ماتريكس بتاع الـ variables اللي هو ال-x وال-y وال-z والماتريكس بتاع الـ constant اللي هو ال-m و-n وكنا على طول بنسميهم ده بنسميه a وده بنسميه x وده بنسمي b فهي هي نفس الطريقة احنا بنضرب row في column يدينا اول واحد والroot تاني في ال column هيدينا دوت والroot تالت في ال column هيدينا ده فحنرجع تاني لنفس التلاث معدلات دول لو احنا عملنا كده فاللي احنا عارفين وده عارفين matrix a اللي هو الـ coefficients عارفين كلها فاللي احنا عايزين نجيبه ال-x وال-y و-z دول بيبعملين ازاي فحنرجع نفتكر بقى شوية حاجات من حاجات الـ operations بتاع الماتريكس احنا كنا بنقول ان احنا لو عايزين نخلي ال-x لوحدها فاحنا عايزين نشيل ال-a فعشان نشيل ال-a بنجيب حاجة اسمها ال-a-inverse ونضرب ال-a-inverse في الشمال في ناحيتين من المعادلة فكان بيبقى عندنا حاجة شكلها عامل كده وال-a-inverse لما تدرب في ال-a هتدينا ال-identity matrix اللي هو في الاخر هيبقى بواحد او يعني مش هايفر كتير لو احنا شلناه ما كتبناهوش يعني ففي الاخر كنا بنقول ان انا عشان اجيب ال-x اللي هي الحاجة اللي انا عايز اجيبها دي هتساوي ال-a-1 مضروبه في ال-b فاللي احنا عايزين نعمله اي دلوقتي؟ احنا ما نعرفش ال-a-1 يعني احنا عارفين ال-b فلو عارفين ال-a-1 دي هنجيبها ازاي ممكن نجيبها وبعد كده نضربها في ال-b ويبقى كده خلاص حلينا المسألة بتاعي كنا عشان نجيب ال-a-1 لو بقى نرجع بالذاكيره اكتر شوية كنا بنعمل ايه كنا بنروح حاطين اتنين كولومز كلهم في الماتريكس بتاعنا وكلهم في ال-identity matrix نمعد بقى نضرب في نص ولا نجمع الاولاني على التاني ولا نضرب التالت في اي رقم والتاع نقعد بقى شغالين في الكلام ده كله لغاية اما نحول الماتريكس اللي عندنا لـ identity matrix ونفس ال-operations اللي احنا عملها هنا بنعملها على الماتريكس التاني لغاية اما يطلع علينا في ال-a-1 دي كت عملية ممكن طويلة شوية كت بتبقى غلصة شوية لما بديك نعملها بس في نقطة ان انا مش اي matrix عندي ممكن اجيب له ال-a-1 علشان يبقى عندي matrix لـ a-1 لازم ال-determinant بتاعي الماتريكس هيساوي 0 اما ما يساويش 0 ناشي يعني اسمه non-singular matrix فلو هو طلع singular matrix يعني ال-determinant بتاعه 0 مش هينفع يبقى ليه inverse ال-determinant دوت كنا بنجيبه ازاي كنا بنقول ان انا بروح جاي بدوت ال-a-1 واضربه في b2 مضروبه في c3-c2 مضروبه في b3 وهكذا بقى ناخد ال-b ونشيل ال-row الكولوم بتاعه نضرب ال-2 البقين في بعضهم وكده فالموضوع ده كان بيبقى طويل قوي وبيبقى في مشاكل كتير بس خلينا نعدد كده المشاكل اللي ممكن نقابلها لو احنا جينا عملنا كده كانت اول مشكلة ان احنا عشان تجيب ال-determinant ممكن اغلط في كتير احطى minus مكان بلاس وبتاعه ممكن عشان اجيب ال-inverse بتاع المتريكس وعبال بقى ما عمل ال-operations على الثلاثة اربعة كولومز اللي عندي دي بتاخد ممكن تبقى فيها مشاكل كتير ممكن معرفش عملها اساسا ثالت حاجة ان انا عشان اضرب matrix في matrix ممكن تبقى فيها لغبطة كتير وخصصا لو عندي عدد معادلات كبير فتخيل بقى انا عايز اعمل الكلام ده ال-4-5-6-7 معادلات فازاي عارف اجيب ال-determinant ال-4 معادلات دي انا نفسي ما عملتها شابلي كده ما عارفش الموضوع ده بيبقى طويل قد ايه عشان اضرب matrix في matrix في اربع معادلات او خمس معادلات هتبقى الموضوع صعب اوي فعشان كده احنا عايتين نشوف بقى ازاي ممكن نستخدم ال-excel في حاجة زي كده فخلينا نشوف هو ال-excel يقدر يعمل كل الحاجات دي بسرعة جدا جدا ومن غير ما حنحتاج نعمل اي حاجة بدي بس علشان الناس تبعارفة هو ال-excel بيتعامل بالmatrices على اساس انها حاجة اسمها ال-ray دي يعني بيبقى مجموعة من الارقام بيتعامل لهم حسابات مع بعض زي ما الماتريكس بيبقى عندي matrix بيبقى لها حسابات مع بعض حيبيندارك تحت ال-rays دي فخلينا الاول يشوف احنا هنبتدي نعمل ايه احنا اتشأنا ان انا عايز احط ال-coefficient matrix اسمه matrix A فخلينا نعمل matrix اسمه matrix A ونبتدي نحط الارقام هو انا مش هحتاجها اعمل ال-brackets بتاعت الماتريكس ولا حاجة انا هحط الارقام زي ما هي عندي فلو عندنا خلينا نتعامل بالاربع معادلات دول حادل انا انا عندي ال-coefficient بتاع ال-X بالمعادل الاولانيا 1 وبعد كده y negative 1 وبعد كده z negative 1 وبعد كده L P3 نفس الكلام هبتدي ادخل بالـ values Today we will have that بقية الحاجات اللى عندي ولغاية ما نكتب أما نخلص الماتريكس كله طبعا لازم أبقى متأكد أن الأرقام اللي أنا حدخلها دي ما فياش غلط علشان النتاج بتاعتي ما تبقاش غلط شده أول حاجة الماتريكس الأولاني اللي اسمه ماتريكس A فخلينا نخلي لونه مختلف شوية علشان نفهم أنه هو حاجة على بعضيها فده كده الماتريكس الأولاني اسمه ماتريكس A عايزين نعمل بقى إيه تاني ده كده أول حاجة إحنا الخطوات بتاعتنا نحن بجيبه الـ Determinant عشان أشوفه هو Singular ولا ميش Singular تاني حاجة لما بعد ما يجيبه الـ Determinant هاجيبه الـ Inverse وبعد الـ Inverse ههروح ضرب الـ Inverse في الـ B ده اللي احنا عملناه طيب خلينا نعمل الـ Co-Efficient بتاع الـ Co-Efficient بتاع الـ Co-Efficient اللي اسمه ماتريكس دي نكتب برضو الـ Values بتاعته هي 1-2-3-4 زي ما احنا شايفينها ده اللوي فكده انا حطيت الـ Givens بتاعتي كلها نقص بس ان انا جيب الـ Inverse خلينا نشوف هو هنجيبه ازاي حكاية الـ Determinant دي الـ Determinant في الماتريكس أو في الـ Excel يعني عمتا هو عملية من عمليات اللي بيعملها على الماتريكس فهو بالنسبة للـ Excel كل العمليات اللي بتبقى بتعتمد على الماتريكس بيبقى الفونكشن بتاعيته بتبتدي بـ M ودي خلينا نتفق على القاعدة دي ان اي حاجة ليها دعب الماتريكس نبتدي بحرف M انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب الـ Determinant فاكتب M Determin هتلاقيه حتى كتب بتاعته M Determin اللي تحت دي ونفتح قوس وكتب لك بين قوسين الـ Array يعني فين الـ Array اللي انت عايز نحسب لك ليه الـ Determinant ده فهنروح اضطين الـ Determinant وندوس Enter، طلع بـ Negative 0.5 يعني مش بـ 0 يعني معنى كده ان انا اقدر احسب الـ Determinant يعني اقدر اجيب الـ Inverse للـ Matrix دوته فدي كده حاجة كويس يعني انا دلوقتي خلاص عرفت ان انا ممكن احسب الـ Inverse بتاع الماتريكس لان الـ Determinant بتاعه ومش بـ 0 يعني Non-Singular Matrix طيب، عايز اجيب الـ Inverse فخلينا برضو نشوف هنعمل ايه الحكاية عشان نجيب الـ Inverse بتاع الماتريكس دي محتاجة شوية تركيز لان هي فيه كم خطوة لو الواحد ناخدش باله منهم مش هيعرف يطلع الـ Inverse فانا عايز اعمل الـ Inverse هنا معروف ان انا طالما عشان عايز اعمل Inverse Matrix فهو هيبقى حجم الماتريكس اللي انا عايزه اللي هيطلعلي هيبقى Add الاساسي يعني انا عندي ده اربعة فاربعة فاللي هيطلعلي لازم يبقى اربعة فاربعة فعشان افهم الـ Excel ان انا عايز النتيجة تطلعلي اربعة فاربعة لازم اعلمله على الـ Area اللي هيطلع فيها الـ Inverse بتاع الماتريكس لو انا وقفت هنا وعلى اساس ان هو هيفهم لوحده مش هيعرف يعملها فدي اول حاجة لازم اعلم على الـ Area كلها قبل ما ابتدي اكتب الـ Function بتاعتي تاني حاجة ابتدي اكتب الـ Function انا بقول M-Inverse برضو هتبتدي بM زي ما اتفقنا و هتلاقي ان فيه M-Inverse تلعطلك برضو بيقول لك R انا عايز الـ M-Inverse بتاع الاربع كولومز في الاربع روز دول النقطة المهمة جدا انا خلاص كتبت الـ Function بعد ما علمت على الـ Area هدوس Enter حلاء ان هو تطلع لي رقم واحد وده المفروض ما يحصلش انا معلم له على الـ Area كلها علشان يطلع لي الـ Matrix الـ Inverse بتاع الـ Matrix في الـ Area كلها النقطة بقى اللي انا اللي نزب الناس كلها تاخد بالها منها ان انا علشان الـ Array Operations الـ Functions بدوس ثلاثة ضرار مع بعض بدوس Control و Shift و Enter دي مهمة جدا وده ودي الحاجة اللي يمكن الناس كتير بتنساها ومتاخدش بالها منها في الـ Arrays لازم اخد بالي ان انا حبقى بكتب الـ Function وبدوس Control و Shift و Enter يعني ايه يعني انا حروح جاي هنا وكتب نفس الـ Function انا لسه كتبها M-Inverse وفتح قوس ومعلم على الـ Array ده كله وحقفل القوس وحدوس Control و Shift و Enter ساعتها حلاق ان الـ Inverse بتاع الماتريكس اطلع لي في الـ Area كلها فده ده كده هي هي بس يعني لازم اخد بالي من انا حدوس على Control و Shift و Enter ثلاثة دول لازم يددسوا مع بعض لو دوس على Enter بس مش هينفع كده انا خلاص جبت الـ Inverse بتاع الماتريكس وعندي الماتريكس بيه اهو اخر حاجة عايز اعمل ايه انا عايز اضرب الماتريكس الـ Inverse متريكس بتاع الايه عايز اضربه في الماتريكس بيه اللي هو هيطلع لي في الاخر متريكس اسمه متريكس اكس تمام؟ فانا عايز الماتريكس اكس يطلع هنا فحقول والله ده الماتريكس الهنا هيبقى متريكس اكس اللي هو في الاخر هو ده النتيجة اللي انا عايزها تطلع لي انا عايز دي الحل بتاعي يعني الـ X و Y و Z و L هيطلعوا لي في الاخر في الماتريكس اكس دول هعمل ايه نفس الكلام؟ اعلم على الاريا كلها واكتب الفنكشن انا عايز اعمل ايه المراجي انا عايز اعمل multiplication فحقول ملت هو كده حيفهم ان هي multiplication هتلاقي ان هو اكتب لك قوس وفيه حاجتين بيقولك ري واحد هو كده فاهم ان انا حضرب اتنين في بعضهم فحعمل الميتريكس الاولاني هروح ضربه معلم على الميتريكس الاولاني هنا مش حعمل ستاري يعني مش حعمل علامة الضربة هو هنا كتب لك في الفنكشن اللي عندك الري وبعدين كومة وبعد كده الري تاني فانت تعمل زي ما هو ايه فحتلاقي ان انا حطت الكومة هو حيفهم ان هو ابتدى دلوقتي يكتب في الري التاني بقى هو البود دلوقتي اعلم على الري التاني وقفل القوس ودوس التلات دول مع بعض هدوس على ctrl و shift و enter هدوس على ctrl و shift و enter طلع لك الحل 72 و 72 و 92 و 92 و 7 كده خلاص خلصتها لو عايز اعمل الكلام ده الخمسة متر الخمسة equations و خمسة unknowns مافيش مشكلة بس الكلام ده لازم يبقى لlinear equations يعني ماينفعش ان انا اعمل الكلام ده الحاجة فيها اكس سكوير ولا لن ولا سين ولا كوزين ولا كلام زي ده الكلام ده بس في linear equations اللي هي ال coefficients بتبقى constant والvariables بتبقى الpower 1 لو مش كده يبقى ماينفعش ان اعمل الكلام ده الحاجة الاخرين اللي انا عايز اعملها ان انا عايز اتأكد ان انا لو طلع الـ equation اللي عندي دي singular اسف لو بتاع الماتريكس ده طلع بزيرو ان هو مش حارف يعمل الـ اندرس فخلينا نعمل ايه خلينا نجرب ان احنا مثلا حنروح حاطين ده بواحدة المفروض ان انا هتدى الواحد المعادلات مش هتنفل وده اللي حصل فعلا لان المعادلة دي هتبقى هي اللي قابليها مضروبة في اتنين فكأنك يعني عندك معادلة يعني عندك تلات معادلات في ربع مجاهيل فهو اللي حصل ان هو determinan طلع بزيرو فالـ inverse طلع ما يعرفش يحسب inverse اللي ان هو مالوش inverse والماتريكس مطلعش لو جيت رجعتها تاني خليتها تنين حلق ان ان هو حلتين فده غريفة جدا ان هي برضو في الاخر احنا بنا نستفيد من ميزة الـ excel ان انا لو عندي رقمات غير هنا هو مش هحتاجة غير الحاجة تاني في الشيت هو هيعمل كل حاجة الواحدة فدي باختصار الطريقة اللي احنا بنستخدمها علشان نعمل matrices operations ان شاء الله المرة الجاية ممكن نبتيني نتكلم بقى في example فعلا في حاجة في fundamentals of chemical engineering ان انا ازا اعمل material balance اللي عندي equations كتير وعوض واعمل الحسابات دي واطلع النتائج بتاعتي من استخدام الماتريكس شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر